سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق إذن أيها الأحبة التقرب من الله سبحانه وتعالى عملية سهلة جدا وبسيطة جدا والله يساعدك عليها ولكن للأسف معظم الناس يبتعدون عن الله يهربون للأسف يستحوذ عليهم حب الدنيا إذا أردت أن تتقرب من الله يجب أن تزهد في هذه الدنيا يجب أن تستجيب لمداء الله الذي قال أيها الناس اللهم صلي على سيدنا محمد الله تعالى يقول فلا تغرنكم الحياة الدنيا في سورة فاطر فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان هو الغرور هذا تحذير من الله أن لا تغرك الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون هذه الآية أخي الحبيب تحذرك من الإنجرة فراء الدنيا كلما ابتعدت عن الدنيا أكثر أنت أوتوماتيكيا تقترب من الله أكثر هذه معادلة واضحة يجب أن ندركها أحبتي في الله كلما تقربت من المساكين أكثر أعتبر أنك تتقرب من الله أكثر إذا كان هناك شخص مريض وذهبت لتزوره فقط محبة في الله ثق تماما أنك تتقرب إلى الله لأنك تجد هذا الإله عنده تجد رحمة الله عنده عندما يأتي مسكين ويسألك أن تعطيه شيئا لله وأنت تعلم أنه صادق عندما تنفق شيئا لله أنت تتقرب إلى الله عندما يأتيك شخص وأنت في منصب في وظيفة ما في منصب ما في عمل ما حاجة الناس إليك جعلك الله في موضع الناس يحتاجونك يأتيك شخص ويقول لك يعني يطلب منك أن تساعده في شيء ما حل مشكلة وأنت قادر على ذلك إذا قمت بحل مشكلته ومساعدته لله فقط أنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إذا امتنعت عن أكل الربا أنت تتقرب إلى الله إذا امتنعت عن الزنا أنت تتقرب إلى الله عز وجل لديك أب أو أم أو كلاهما كل كلمة طيبة تتكلمها مع هذين الأبوين هي قرب من الله اقتراب من الله عز وجل عندما تتذكر الموت أنت تتقرب إلى الله مجرد التذكر لأنك عندما تتذكر الموت ستتذكر لقاء الله عز وجل وبالتالي هذا يقربك إلى الله أكثر إذن أيها الأحبة هناك عدد لا نهائي من الخطوات يمكن أن تقوم بها كل يوم للتقرب إلى الله وكلما أكثرت من هذه الأعمال وتطبيق هذه الخطوات في حياتك سوف تدرك أن الله قريب منك جدا ويصبح إحساسك بالقرب من الله إحساس واقع تشعر أن الله قريب منك عندما تتحدث تدرك أن الله يسمعك عندما تدعو تعلم أن الله هو أعلم بحالك عندما تحتاج شيء يعني في درجات القرب من الله أيها الأحبة هناك درجات آخر درجة تشعر أنك أصبحت مستسلما بين يدي الله وأنك تدرك وتظن وتعتقد أن الله يعلم عنك كل شيء وأنه قريب يراك ويسمعك وقادر على كل شيء تصبح في حالة خشوع تام لله عز وجل لم تعد الدنيا تهمك هموم ومشاكل العصر لم تعد في رأسك أصلا لا تفكر بها سيصبح همك كيف ألقى الله عز وجل لذلك قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت أجل الله قريب لا تستعجل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يكون همهم هو لقاء الله تبارك وتعالى وأن نلقاه وهو راضي عننا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته